تمنى صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة ترميم مقبارة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعروي التوجيه الرئاسي جاء للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وذلك لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين وأشر الرئيس السيسي إلى ضرورة تنسيق الفوري مع السلطة السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن يأتي هذا التوجيه في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين هذا وتقدمت رئاسة الجمهورية بخلص التعازي والمواساة لأسر الدحايا مؤكدة التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم في هذا الحدث المؤسف استشهد 14 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في قصف إسرائيلي لوسط وشمال قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الفلسطينيين إثنين استشهد وأصيب إثنى عشر آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات كما أصيب عدد آخر بجروح جراء قصف الدبابات لمواقع في مخيمي المغازي والبريك وفي مدينة دير البلح استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح جراء غارة للاحتلال استهدفت المدينة فيما استشهد ثمانية أشخاص وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال على منزل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أنه تمت إعادة ربط الرصيف المؤقت الذي أقامته الولايات المتحدة في غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني مشيرة إلى أن عمليات تسليم المساعدات قد استؤنفت وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر أن جنود أمريكيين أعادوا تثبيت الرصيف المؤقت المتصل بشاطئ غزة مضيفا أن عمليات تسليم المساعدات استؤنفت خلال الليل ليصل إجمالي المساعدات التي تم تسليمها إلى قطاع غزة عبر الرصيف إلى أكثر من أربعة ألاف ومئة طن قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عددا من الأسر في جنوب قطاع غزة تتناول وجبة واحدة في يومين أو ثلاثة بينما تعتمد أسر أخرى على تقاسم الطعام مع بعضها البعض وأوضح مكتب الأمم المتحدة أن مئات الآلاف من النازحين جنوبي غزة يعانون من ضعف الوصول إلى المأوى والرعاية الصحية والغذاء والمياه والصرف الصحي مضيفا أنه في الفترة من السابع إلى الرابع عشر من يونيو الجاري قام المكتب بتقييمات إنسانية في مواقع النزوح بدير البلح وخان يونس ومنطقة المواصي برفح الفلسطينية ووجد أن الفلسطينيين يعيشون في خيام بملاجئ مؤقتة ومكتبة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ربما تزود كوريا الشمالية بأسلحة في إجراء أشار أنه سيكون ردا مماثلا على تسليح الغرب لأوكرانيا وذكر بوتين أن موسكو تتوقع أن يشكل تعاونها مع كوريا الشمالية رادعا للغرب هذا وأضف الرئيس الروسي أن كوريا الجنوبية سترتكب خطأا فادحا إذا قررت تزود أوكرانيا بأسلحة لافتا إلى أن موسكو سترد على هذه الخطوة على نحو سيؤلي مصول على حد قوله ذكر البيت الأبيض أن تفاقية الدفاع بين روسيا وكوريا الشمالية والتي وقعها زعيم البلدين تثير قلق الولايات المتحدة لكنها ليست مفجأة وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن التفاقية علامة على يأس روسيا لأنها تحتاج إلى مساعدة خارجية في عمليتها العسكرية بأوكرانيا وأضف كيربي أن واشنطن تحدثت وحذرت لعدة أشهر من تنامي العلاقة الدفاعية بين البلدين وأتحت سلسلة من معلومات الاستخبارية التي كشفت عن مساندة كوريا الشمالية لروسيا في عمليتها بأوكرانيا وحول نقلها لأسلحة لصالح موسكو أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعطي الأولوية لأوكرانيا على صعيد تسليم أنظمة الدفاع الجوي بعد تعرضها لهجمات روسية كثيفة استهدفت منشآت للطاقة وتسببت في انقطاع كبير للطيار الكهربائي وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن واشنطن ستعيد ترتيب أولويات تسليم هذه الصادرات بحيث يتم الآن إرسال تلك الصواريخ التي تخرج من خط الإنتاج إلى أوكرانيا وخصوصا صواريخ باتريوت ونازمس ختم منجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يامس